حركة دي لما العرب كانوا بيعملوها زمان اللي هو ايه? انا هقتلك هقتلك. عمرو بنود درب رجل حصان بتاعه. حصان درب في الرمل عمل غبار كتير. دخلوا فرصين في المعركة في الغبار. ما حد شاف حقه. الناس كلها الوقت فعندها يقين كبير جدا. ان عليه ابن بيطالب هتقتل وان عمرو بنود هيطلع عايش. سيدنا عليه مسك الرمل وراح خبطوا في الباب. فحديد ما حديد عمل ارتطام. صوت عالي. خلع شررة. المنظر ده ارعب اليهود اللي جوا الحصد. ففي واحد من اليهود فتح عين كده بباب الحصد. وقال من الرجل? قال انا علي ابن ابي طالب. قال هزمنا وربي موسى. السلام عليكم. اهلا بكم في سلسلة رجال من دهب. النهاردة هنتكلم عن رابع الخلفاء الرشدين. واللي قال على نفسه انا الذي سمتني امي حيدرة. درغام اجام وليث كسورة. عبيل الضراعين شديد الكسرة. كليث غاب كريه المنظرة. سيدنا علي ابن ابي طالب. ابو الحسن. او زي ما سماه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابا ترام. النهاردة هنشوف مواقف في حياة سيدنا عليه. هنفهم منها ازاي رسول ادري رب سيدنا عليه ويأثر في شخصيته. منو هو صغير حتى يوم ان قتل رضي الله عنه. وهنشوف ازاي مات سيدنا عليه. اهلا بكم في الحكاية بالمصري وانا احمد ربيع. وهنا بنتكلم عن كل ما يخص التاريخ المصري والعربي والاسلامي والقبطي والتاريخ العالمي بشكل عام. وهنا بنقدم لكم قصص واحداث ومعارك وشخصيات يمكن انت اول مرة تسمع عنها. هنا وبس في الحكاية بالمصري. خليني ابدأ معاكم من قصة زواج سيدنا عليه. واللي كانت الى حد ما غريبة شوية. بعد موت السيدة خديجة قررت السيدة فاطمة الزهراء ان هي تكرث حياتها لخدمة ابيها. ومن هنا اطلع اللقب على سيدة فاطمة الزهراء ان هي ام ابيها. لما بدأت الهجرة للمدينة المنورة وصلت السيدة فاطمة وقعدت هناك وكان عمرها تسعتاشر سنة. مين كان بيحب السيدة فاطمة? بالزبط كده. سيدنا عليه ابن ابي طالب. وكان عنده اربعة وعشرين سنة. والسيدة فاطمة كانت بتحب سيدنا عليه. ولكنها كانت شديدة الحياة. مين بقى الشخص اللي عارف بمشاعر الاتنين? بالزبط كده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الخطاب يتقدمه للسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مسلا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عبدالرحمن ابن عود. ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيردهم بادب وبيحترام وبليم. بيقول لهم يعني ان هي لسه صغيرة. في مجموع من الانصار راحوا لسيدنا عليه. قالوا له يا علي ان السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الخطاب يروحوا لها. وانت اولى الناس بها. فاروح تقدم لها. فقال لهم انا معيش حاجة يعني. معيش فلوس ومعيش حاجة خلصة اتجاوز به. قالوا له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. فاروح وجرب ومش هتخسر حاجة. سمع كلامهم سيدنا عليه وقرر يروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح هناك ودخل وقعد قدام سيدنا محمد وما تكلمش. فضل قعد سيدنا محمد قال له ما بالك يا علي لعلك اتيت تخطب فاطمة شوفوا التربية بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دحك سيدنا عليه وقال نعم يا رسول الله ولكني لا استطيع ان اقولها فقال له صلى الله عليه يا علي ما معك اللي تتزور به قال يا رسول الله اني لا املك شيء انا مش معاي اي حاجة خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له ليس عندك درة قال له يا سيدنا محمد دي ما تسويش ربعمية درة فقال له زوجتك بها سيدنا عليه يعني فيما معنى الكلام انت بتتكلم يا ج bastante يا رسول الله قال نعم زوجتك بها. فراح سيدنا عليه وجاب المهض وقدمه لسيدنا محمد وثاني يوم رح سيدنا عليه لسيدنا محمد صلى الله وآله وسلم فسألوا رسول الله صلى الله وسلم قال يا علي مات تحبو ان تتزوج. فسكت سيدنا عليه وقال كما ترى يا رسول الله. قال غدا يا عليه. قال نعم يا رسول الله. غدا. وبالفعل تاني يوم تعاملت زفة في المدينة لسيدنا عليه و السيدة فاطمة الزهراء. ايجماعة انا بكلمكم على مجتمع نقي. المجتمع والافراد اللي كانوا بيعيشوا في الفترة دي كان مجتمع محترب ومنضبط جدا. سيدنا عليه رضي الله عنه وهو فدائي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا عارفين لما سيدنا محمد خليه نام مكانه في الفراش وهو خارج قال له يا عليه رد الامانات. فسيدنا عليه يفدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بروح. تعال نبدأ بغزوات سيدنا عليه. ونبدأ بغزوة بدر. واللي سيدنا عليه قاتل فيها قتال شديد جدا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسكوا الراية. يعني مسكوا القيادة. وكان عمره صغير برضو في حدود اربعة وعشرين سنة. في الحرب اللي بعدها غزوة اخر. برضو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسكوا الراية. يعني القيادة. واللي بيمسك الراية بيتحكم في الجيش كلنا. تعالوا بقى لغزوة الاحزاب. المشركين جمعوا عشر تلاف مقاتل من جميع القبائل العربية. عشر تلاف مقاتل ده في الوقت ده كان رقم كبير جدا ومبالغ فيه بالنسبة للعرب. يعني شبه ما تجمعش قبل كده. المشركين وصلوا لغاية حدود المدينة فاكتشفوا قدامهم الخندق اللي المسلمين كانوا حفروه. ايه ده? ده حاجة غريبة اول مرة تحصل في الشبه الجزيرة العربية. واول مرة يشوفوا حاجة زي كده. كل ما حد من المشركين يجي ينطب الحصان بتاعه. الحصان يجي عند بداية الخندق ويمسك نفسه. ما حدش قادر ينطب. وعن ناحية التانية المسلمين بالاسهم بتاعه. طب ايه الحل? لغاية لما فيه واحد خرب من المشركين ونزل فيه الخندق وقال هل من مبارز مين ده بقى? ده عمر بنود. مين عمر بنود? ده اعظم فارس عرفه التاريخ العربي في الوقت ده. الرجل ده يا جماعة مخسرش في حياته مبارزة واحدة. مفيش يعني ده مفيش خالص. فالناس كلها بتخاف منه والناس كلها بتهابه. الرجل ده في غزة بدر وغزة احد كان مسافة. كانش موجود. ولو كان موجود كان هيأسر تأثير شديد جدا على المسلمين في الغزوتين. الرجل ده نزل خندق وقال هل من مبارز مش حد من المسلمين رد? نهائي. قرر السؤال تاني. هل من مبارز برضو محدش من المسلمين رد? وكأن المسلمين مش هنا. هل من مبارز هنا سيدنا عليه قال لسيدنا محمد دعني له يا رسول الله. قال اجلسي عليه. هل من مبارز دعني له يا رسول الله. اجلسي عليه انه عمر بنود. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عارف ايه مت عمر بن ود كفارس بالمرة الاخيرة هل من المبارز اجابونتم ايها المسلمين على مبارزتي هنا بقى سيدنا عليه دعني له يا رسول الله قال اقوم يا علي قام سيدنا عليه وهنا بدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعي لسيدنا عليه وهنا في قاعدة وفي تربية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين ككل فبدأ سيدنا محمد صلى الله سلم يرفع ايديه للسماء ويقول اللهم انك اخذت مني ابا عبيدة بن الحارس في بدر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم واخذت مني حمزة عم الرسول فيه احد. فاللهم دع لي عليه. اللهم دع لي عليه. طب هو يا صلى الله مش المفروض تدعيله ان هو يموت فيبقى شهيد. القاعدة هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان احنا نعيش. مش ان احنا نموت. هدف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الدعوة. ومن الموقف اللي المفروض ان احنا نتعلمه ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيدعي لسيدنا عليه ان هو يعيش. يعني سيدنا محمد بيحب الحياة للناس. مش بيحب الموت ومش زي ما التكفريين بيعملوا. نزل سيدنا علي في الخندق فسألوا عمرو بنود من انت يا فتح? قال انا علي ابن ابي طالب. قال انت ابن ابي طالب فارجع. فان ابوك كان صاحبي واني لا اريد ان اقتلك. فبصلوا سيدنا علي وقال له لكني اريد ان اقتلك. نرفز بقى عمرو بنود كده وراح طلع السيف بتاعه وراح ضرب بسن السيف بتاعه ضرب رجل الحصان بتاعه. فالحركة دي لما العرب كانوا بيعملوها زماني اللي هو ايه? انا هقتلك هقتلك. عمرو بنود درب رجل الحصان بتاعه. حصان درج في الرمل عمل غبار كتير. دخلوا الفرسين في المعركة في الغبار. محدش ايها في حاجة. الناس كلها اللي وقفة عندها يقين كبير جدا. ان علي ابن ابي طالب هتقتل وان عمرو بنود هيطلع عايش. ولكن قرج سيدنا علي ابن ابي طالب. المسلمين فضلوا يتكبروا. سيدنا علي ابن ابي طالب قتل عمرو بنود. ودي كانت كسرة للمشركين في وقتها. شوف الخطوات اللي كان بيعملها سيدنا محمد في المواقع عشان يربينا ويربي الصحابة. شوف كانت ماشية ازاي بالترتيب. خلينا نجرب الاحداث شوية ونوصل لغاية غازوة خيبة. هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يطلع يغزو حصون اليهود. عشان هما انقروا ونقضوا المعاهدة اللي كانت بين الرسول وبين اليهود. قرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجيش الاسلامي. واول حصن من حصن اليهود كان اسمه حصن الناعد. فضل الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر الحصن خمستاشر يوم. ومش قادرين يفتحوه. لدرجة ان المسلمين بدأ يصيبهم الاحباط. احنا خمستاشر يوم في حصن ولسه في سبعة تانيين. يعني انت لو ضربت كل حصن في متوسط من الخمستاشر لعشرين يوم في باقي الحصن. مش هنخلص بقى. في اليوم التلاتاشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اصابته الشقيقة. يعني اصابه صداع نصفي شديد جدا. لدرجة ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اقدرش يخرج في الحرب. فاد القيادة الراية لسيدنا ابو بكر الصديق. راح سيدنا ابو بكر الصديق وقاتل قتالا مريرا. برضو ما اقدرش يعمل حاجة. فرجع في اليوم لاربعتاشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادى الراية القيادة لسيدنا عمر ابن الخطاب. قرق سيدنا عمر ابن الخطاب وقاتل قتالا شديدا. وبردو ما قدرش يعمل حاجة. فرجع تاني. في اليوم الاربعتاشر بالليل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيأخذ الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع الروح المعنوية في الجيش الاسلامي. لدرجة ان كل الصحابة في الجيش كان كل واحد بيتمنها لنفسه. لدرجة ان في واحد من الصحابة رايح هو مش بيحارب ولا بيقاتل. لكن هو بيساعد الجند يعني في شغلوه وفي اكلوه مش واربوها. قال تمنيتها لنفسه. شايفين الروح المعنوية في الجيش ارتفعت ازاي? بحض الصلاة الفجر. المسلمين كلهم قاعدين. كل واحد بيحاول يفرد نفسه كده بيوري نفسه لسيدنا محمد يعني. ادينا القيادة يا رسول الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الراية وقال اين عليه ابن ابي طالب? قالوا له يا رسول الله عين وجعاء يعني فيها رمض يعني. مش موجود شوف حد غيره احنا موجودين اهو. فقال لا اين عليه ابن ابي طالب اقتوني به. فقابوا له سيدنا عليه. فسألوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بك يا عليه? قال يا رسول الله ان عيني بها رمض. يعني مش قادر افتاحها مش بشوف بها. فسيدنا محمد قال له اجلس يا عليه. جلس عليه وراح من ايوم على الارف وفضل يمسح على عينه ويدعيله ويقرأ قرآن. بعد كده راح ضربه في كتفه وزقه قال قم يا عليه. قام سيدنا عليه. فيما بعد بيقول سيدنا عليه. والله لم ادري اي عين منهم كانت المصابة. من كتر من الاتنين بيوا كويسين ما بقيتش عارف اي واحدة كانت مصابة. الخزر رايا يا عليه. وقاتلهم حتى يفتحوا الله عليه. ولا تلتفت. كلمة لا تلتفت اتقالت كتير في القرآن. لا تلتفت يعني مالكش دعوة بالماضي. عشان لو بصت للماضي مش هتعرف تعمل حاجة في المستقبل. فهو بينصح سيدنا عليه ان انت اليوم الخمستاشر ابدأ من اوله جديد كأنه اول يوم. مالكش دعوة بالاربعتاشر يوم اللي فاكر. الناس دول يا جماعة كانوا بيسمعوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحرف. سيدنا عليه خد الرايا ومشي كام خطر قدام. بعد كده رجع لرسول الله بس رجع له بضغر. سيد محمد قال له لا تلتفت. رجع بضغر. قال لي يا رسول الله على ما اقاتلهم. يعني المفروض يكون فيه تارجت. انا هاتلهم على ايه. فسكت سيد محمد شوية بعد كده راح بصل سيدنا عليه. قال يا علي ادعوهم الى الله. طب شرح تقتلهم. ادعوهم الى الله. فوالله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. راح سيدنا عليه رضي الله عنه لحصن النعم. سيدنا عليه كان جسمه شديد جدا. كان عنده قوة جثمانية غير عادية وغير طبيعية. سيدنا عليه كان بيمسك رمح. فالرمح ده بيكون اخر حديد من فوق. وباب حصن الناعم برضو حديد. سيدنا عليه مسك الحديد الرمح ورح خبطه في الباب فحديد ما حديد عمل الارتطام صوت عالي طلع شررة. المنظر ده ارعب اليهود اللي باب الحصن. ففي واحد من اليهود فتح عين كده بباب الحصن. وقال من الرجل؟ قال انا علي بن ابي طالب. قال هزمنا وربي موسى. فمكتوب في الطوران ان من يفتح هذا الحصن هو رجلا من قوم نبي اخر الزمان يكنى عليه. كلام واضح وصريح. اليهود ما كانوش بيكفروا بسيدنا محمد ان هو يدعي النبوة. هم عارفين ان هو نبي وهم عارفين ان هو صادق. ولكن هما قفروا به عشان ازاي فيه نبي يجي من العرب وما يجيش من بني اسرائيل. احنا احسن من الناس كلها. ربنا سبحانه وتعالى فتح حصن الناعم على يد سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي بن ابي طالب فداء الرسول اللي هي صلى الله عليه وسلم شارك في كل الغزوات اللي كانت مع الرسول. الا غزوة واحدة. غزوة تبوه. لما جهز سيدنا علي بن ابي طالب عشان يخرج في الغزوة. سيدنا محمد صلى عليه وسلم قال له لا انت هتقعد هنا في المدينة. امروا على المدينة. قال له انت هتقعد في المدينة هتاخد بالك منها ومن المصالح ومن الناس اللي فيها. فسيدنا علي نفسه يطلع يجهد في سبيل الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له انت مني بمثابة هارون من موسى. ولكنه لا نبي بعد. سيدنا علي بن ابي طالب كان من اوائل الصحابة اللي بيعه سيدنا ابو بكر الصديق. وكان وزير شخصي لسيدنا عمر بن الخطاب. وليه موقف مع سيدنا عمر بن الخطاب جميل جدا. سيدنا سعد بن ابي وقاص ربنا فتح على ايدي ايران. بلاد الفرس. فمسك سوري كسرة وقال من يذهب بهم الى عمر بن الخطاب. سوري كسرة دول عاملين اللي هو ايه? زي الاحتياط النقضي للبنك المركزي في مصر او في امريكا. صروة صروة مهولة. ففي واحد من الجيش اعرابي. ويف قال انا? ومحدش يعرف. فسيدنا سعد بن ابي وقاص ادى له سوري كسرة وقال اذهب بهم الى امير المؤمنين. فالراجل مسك سوري كسرة وراح بهم الى امير المؤمنين. مهربش الراجل به. دخل على المدينة. سأل على سيدنا عمر بن الخطاب. كان سيدنا عمر اهل مع سيدنا عليه. فقال ما بك يا راجل? قال ان سعد بن ابي وقاص امير الجيش يرسله اليك معي هذا. فبصل سيدنا عمر بن الخطاب كده لسوري كسرة. فاللي هو ايه? قال له هو سعد بن ابي وقاص. ارسل معك حاجة تاني بعد معك حاجة تاني. فالراجل بدأ اللي هو ايه يقولك ده امير المؤمنين بيشك فيه. فقال له يا امير المؤمنين فيما معنى الكلام. اني انا لو راجل مش مخلص والله صوري الكسرة لكنت هتشوفهم انت ولا ساعد ابن ابي وقاص ولا حد كان هشوفهم خالص. كان قدر الراجل يخدهم ويهرب بيهم. سيدنا عمر بن الخطاب بصل سيدنا عليه وقال يا عليه ما بالك بقوم يردوا الامنات الى اميرهم. قال يا امير المؤمنين. عففت فعفو ولو رطعت لرطع. يعني امير المؤمنين هما بيعملوك زي ما انت بتعملهم بالزبط. سيدنا عمر بن الخطاب كان على طول واخد سيدنا عليه وزير شخص له. لدرجة ان هو كان على طول بيقول والله لو لا ابا الحسن لهلك عمر بن الخطاب. وكان بيقول ليس لي عايش في قوم ليس فيهم ابا الحسن. وسيدنا عليه كان وزير شخص برضو لسيدنا عثمان بن عفان. الامام عليه ابن ابن طالب كان متفقه في الدين الاسلامي ومتبحر فيه جدا. فيه تلت مواقف لازم نقف فيهم في حياة سيدنا عليه ابن ابن طالب عشان نشوف تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عليه. رقم واحد سيدنا عليه اتخانق مع السيدة فاطمة. اي رجل امراته بيتخانق مع بعض. فراح غضب ساب البيت وراح نام في الجامعة. سيدنا محمد كان بيزور سيدة فاطمة فبيقول لها هو جزك فين? قالت له غطبان ونين في المسجد. هنا اول درس بيعلمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ما سألش السيدة فاطمة هو ازعلان ليه? وما سألهاش انتو اتخنقته ليه? وما حبش يتدخل في الموضوع. والسيدة فاطمة ما حكيتش لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه? عشان ما تخرجش اسرار بيتها لبرة. حتى لو كان ابوها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف ان سيدنا عليه في المسجد. فراح ليه سيدنا عليه نايم والعباية بتاعته طراب. المسجد زمان كان حصى موجود عليه طراب. فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل ينفض باسم سيدنا عليه ويقول له قم ابا طراب قم ابا طراب فسيدنا عليه يحب الاسم ده جدا وكان بيعتز به عشان سيدنا محمد صلى عليه وسلم هو اللي قاله له. تاني موقف لما سيدنا محمد صلى عليه وسلم ارسل سيدنا خالد ابن الوليد لاهل اليمن عشان يدعوهم للدخول في الاسلام. ولكن سيدنا يا خالد قعد هناك سنة كاملة مفيش حد خالص دخل في الاسلام. فارجع سيدنا خالد ابن الوليد. بعدها ارسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه. قعد هناك ست شهور. دخل في الاسلام قبيلة همزان ودي كانت اكبر قبيلة في اليمن. وبعد كده رجع. وبعدها بشوية سيدنا محمد بعد سيدنا عليه لليمن. عشان يتولى القضاء هناك. ثالث موقف وهو لما سيدنا عليه اصبح الخليفة حصل خلاف بينه ما بين واحد يهودي على الدرع بتاع سيدنا عليه. فرح اليهودي اشتكد. امير المؤمنين سيدنا عليه. ايه القاضي? القاضي جاب امير المؤمنين. امير المؤمنين سيدنا عليه ابن ابي طالب. جاي ماشي على رجليل ولا ركب حصان ولا الموكب ولا. جاي ماشي على رجليل. فوقف قدام القاضي. فالقاضي بيقول له يا امير المؤمنين ان الرجل ده بيقول ان الدرع بتاعه معاك. فقال له لكن ده الدرع بتاعنا. فالقاضي سأل سيدنا عليه ابن ابي طالب. ما عندك شهود بكده? قال نعم الحسن والحسين. فالقاضي يقلل سيدنا عليه فيما معنى الكلام يا امير المؤمنين انت قدر واحد بالقضاء. وما عليه قال لو ما عنديش شهود الا الحسن والحسين. فراح حكم القاضي ان الدرع اللي عندي سيدنا عليه دي بتاعت اليهودي. عشان اليهودي جاب شهود. اليهودي استغرب من اللي حصل القاضي بيحكم على امير المؤمنين خليفة المسلمين انه هو يسلم الدرع بتاعه اليهودي. وقف اليهودي كده مصدوم وقال القاضي لأ الدرع ده بتاع سيدني علي ابن ابي طالب وانا كذبت على سيدنا عليه واشهد انا لا الله الا الله وان محمد رسول الله. اليهودي نطأ الشهادة ودخل في الدين الاسلامي لما شاف تصرف سيدنا عليه اللي هو رباع عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي الاخلاق اللي الرسول صلى الله عليه سلم رب عليها المسلمين. اللي فيما بعدها هيخرج ناس من المدينة هيقودوا العالم كلما. اما بقا الفتنة الكبرى اللي حصلت بعد مقتل سيدنا عطمان فانقسم المسلمين فيها لقسمين. القسم الاولاني كان سيدنا عليه اللي شايف انه هو لازم يوقب اركان الدولة ويسبتها بعد كده يقتص من قتلة عثمان. والقسم التاني بقيادة سيدنا معوية بن ابي صفيان ان هو شايف لازم نقتص من قتلة عثمان بعد كده نسبت اركان الدولة الاسلامية. وهنا انقسموا المسلمين لقسمين. قسم يقوده سيدنا علي بن ابي طالب ومعه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وناس من كبار الصحابة. والقسم التاني موجود فيه سيدنا معوية بن ابي صفيان والسيدة عائشة بنت ابي بكر ومجموعة من كبار الصحابة. وهنا كان لها بديل عن الحرب. التقى جيش سيدنا علي بجيش سيدنا معوية. ولكن الجيشين رفعوا المصح. ان احنا هنحتكم بكلام الله عز وجل. واول لما الخوارج اللي هما كانوا في جيش سيدنا عليه قتلت عثمان. حسوا ان ممكن يحصل اتفاق بين سيدنا عليه بن ابي طالب ومعوية ابن ابي صفيان فقرروا ان هما يقتلوا التلات اشخاص صرحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مسئولين عن الصلح. وكانوا هما سيدنا عليه بن ابي طالب سيدنا معوية ابن ابي صفيان سيدنا عمر بن العاص. الخارج قرروا ان هما يقتلوه ويخلصوا الدولة الاسلامية منهم وبالفعل تم اختيار تلات اشخاص من الخارج هيقوموا بالمهمة دي. اول واحد جي يقتل سيدنا عمر بن العاص في مصر. ولكن في الوقت ده سيدنا عمر بن العاص ما طلعش يصلي بالناس الفجر. طلع يصلي بالناس كان امير الشرطة. فالشخص اللي من الخارج بدل ما يقتل سيدنا عمر بن العاص فقتل كبير في الشرطة. تاني واحد راح يقتل سيدنا معوية ابن ابي سوفيان وهو بيصلي بالناس الفجر. ولكن سيدنا معوية ما ماتش. ولكن اتصاب. تالت واحد راح اتل سيدنا علي ابن ابي طالب في مسجد في الكوفة وهو بيصلي بالناس. اول لما طاعن سيدنا علي ابن ابي طالب كان السيف بتاعه في سم. وقع سيدنا علي ابن ابي طالب عالارض وهو بيقع قال لقد فزته ورب الكعبة. يعني سيدنا علي يقول لقد فزته ورب الكعبة وسيدنا عثمان يفضل يحمد ربنا وهو بيموت وسيدنا عمر بن الخطاب يفضل يحط دماغه على الارض يا جماعة صعب صعب ان احنا نفهم الكيميا اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربا بيها الصحابة بتاع كيميا يعني كيميا واخلاق عالية جدا عالية جدا ان البشر حاليا يستوعبوا الاساسيات السيدة محمد صلى الله عليه وسلم رب عليها الصحابة اما بقى بخصوص الفتنة الكبرى فدي ان شاء الله لها حلقتين مخصصين ليهم جمعين ليكم اهم المعلومات اللي بخصوص الفتنة الكبرى ان شاء الله هتكون في اخر سلسلة فيديوهات رجال من دهار كان معكم احمد ربيع سلام عليكم